يبقى معنا أتحول إلى كلودي أبي حنمين بيروت ماذا عن الإجراءات والخطوات المتبعة لمواجهة كورونا في لبنان قبل حوال ساعة من الآن أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي أن العدد الإجمالي للإصابات بات 77 ما يعني أربع إصابات جديدة اليوم تم تسجيلها في المختبرات التي تنسق مع وزارة الصحة العامة لإجراء فحص البيسي آر من بين هذه الحالات الجديدة عاملة في وزارة الصحة العامة وهذه العاملة تم إصابتها بالفيروس نتيجة مخالطتها أحد أقربائها الشخصيين وكما علمت أنها أصيبت بالفيروس من زوجها الذي هو شقيق لأحد المصابين والذين أتوا مع الكهنة من الرهبنة اليسوعية المصابين بفيروس كورونا إذن تم تحديد مصدر هذه الإصابة وهذا ما يهم وزارة الصحة العامة من المرتقب أن يصدر تقرير آخر كما كل يوم عن مستشفى الحرير الجامعي في ساعات المساء لنعرف إذا ما كانت هناك إصابات جديدة بالفيروس إنما مصادر وزارة الصحة ومع ارتفاع الإصابات إلى 77 تؤكد أن الانتشار في لبنان لا يزال محدودا وتدعو الناس إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية لأن الوقاية هي أساس لعدم الإصابة بالفيروس والتزام المنازل قدر الإمكان إلا في حالات الضرورة ترجمة نانسي قنقر